ده اخر خبر لنا في اخبار النادي الاهلي هنروح للاخبار المحلية يمكن طبعا اتحاد السلة زي ما قلت لحضراتكم فيه انشطة كتير حدد يوم 21 نوفمبر القادم موعد لقرعة كأس مصة ورجال وسيدات القرعة بتتعامل ازاي بيجي مندوب من نادي الاهلي مع جواب رسمي او من اي نادي مع جواب رسمي تفويدوا لحضور القرعة عشان يضمن نزاهتها وده بروتوكول معروف في كل الالعاب هتتعامل القرعة للرجال والسيدات السيدات هتبقى الساعة واحدة والرجال هتبقى الساعة اثنين ومصاريف الاشتراك في البطولة دي بتبقى 5000 جنيه للفرقة هتعامل القرعة ويوم 21 اكيد اول حلقة لنا بعد يوم 21 اكيد هنبلغكم بنتيجة هذه القرعة هنروح لمنتخب المصرع منتخب المصرع خلي بالكو المصرع ورفع الاسقال والسباحة وفيه ألعاب كده مهمة جدا للحلقة اللومبية والنتاج اللومبية في مصر ولما كان معنا المهندشي في العريان في تانية او تلت حلقة الحقيقة كان من ضمن الاتحادات ومن ضمن الألعاب اللي حطت عليها أمل كبير للمصرع المصرع الحقيقة لسه في طور التصفيات للأولمبيات فبطولة أفريقيا بعد موضوع كورونا تحدد لها تتعامل آخر السنة دي فالتحاد المصرع بيدور على معسكر خارجي عشان نقدر او يقدر يعد لعبته لبطولة أفريقيا اللي هتأهلنا لأولمبيات توكيو طبعا عشان يلاقي معسكر خارجي دلوقتي للتحاد برئاسة كابتن عصام نوار موضوع صعب جدا جدا في ظل أزمة كورونا تعرفين طبعا مسارعة طبعا شركت او ساهمت بمداريات كتير في الرحلة الأولمبية وطبعا النادي الاهلي او فيه لاعب اتقاهل خلاص أوتوماتيك هو محمد مصطفى كيشو لاعب النادي الاهلي اتقاهل أوتوماتيك لأنه خد المركز الخامس في بطولة العلب اللي فاتي فأول ستة بيتقاهل أوتوماتيك على طول للأولمبيات فمحمد مصطفى ضمن مكانه في الأولمبيات ولكن بعد بطولة أفريقيا اللي جاء إن شاء الله في نهاية السنة هنعرف مين باقي المتأهلين للأولمبيات توكي إن شاء الله